العضالة لسوريا هي الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى السادسة لاندلاع الحرب الأهلية في سوريا أتهدف هذه الحملة للدفع نحو تحريك الآلة القانونية في وجه جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يجب أن لا تمر دون محاسبة مرتكبيها فبالأرقام أحصل مرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ثلاثمائة ألف شخص منذ بداية الصراع السوري بينهم أكثر من ستة وتسعين ألف مدني فيما بلغ عدد الأطفال السوريين الذين قتلوا في هذه الحرب سبعة عشر ألف أربعمائة وخمسة عشر طفلا وعشرة ألاف وثمانمائة وسبعة وأربعين امرأة وبلغ عدد قتل القوات الحكومية والجماعات الموالية لها أكثر من مئة وعشرة ألاف قتيل أما في صفوف المعارضة والقوات الموالية لها فلقد سجل مقتل مئة وخمسة ألاف شخص فيما لقي أكثر من خمسين ألف عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وجبهة فتح الشام والجماعات المتطرفة الأخرى مصرعهم في سوريا فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين قرابة الخمسة ملايين لاجئ وحسب منظمة العفو الدولية فإن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا تمثلت في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء بالإضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية والاستهداف المتعمد للمدنيين والمنازل والمشآت الطبية بالإضافة إلى الهجمات العشوائية وغير المتناسبة واستعمال الأسلحة المحضورة وحالات الاختفاء القصري واختطاف واحتجاز الرهائن بالإضافة إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي وتجويع المدنيين كوسيلة حرب وكانت لجة تحقيق تابعة للأمم المتحدة حول سوريا قد اتهمت روسيا والنظام السوري ومقاتلي المعارضة السورية بارتكاب جرائم حرب شمال حلب من خلال القصف العشوائي واستخدام الأسلحة المحضورة واتخاذ السكان كدروع بشرية بالإضافة إلى تهجير عدد كبير من المدنيين وأشار تقرير لجنة إلى أنه في 29 سبتمبر من العام الماضي قامت قوات النظام السوري بالقصف المتعمد لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في ريف حلب الغربي تابعت قرار الغربي تابع شهر لكتر غرربي تابع شهر لأمم المتحدة والهلال الأحمر سوريا تابعتها فتعل أمم المتحدة والع Web